يحلم كل إنسان بأن يعيش برفاهية دائمة في مكان يقدم له نوعية حياة مميزة في جميع الأصعدة وفي هذا الصياق أصدرت مؤسسة سيو ويرلد تقريرها السنوي عن أفضل دول العالم للعيش فيها واعتمدت في تصنيفها على معايير عدة أبرزها الاستقرار الأمني والاقتصادي لهذه الدول جودة التعليم الحياة الصحية الثروة المالية والمساواة بين الجنسين فمن هي الدول الخمسة التي تصدرت هذه القائمة؟ جاءت لسويت في الترتيب الخامس عالميا وتصل نسبة رضا السكا في هذا البلد الأوروبي المتطور إلى 95.1% وتتميز لسويت بالتوزيع المتساوي لحقوق الإنسان وبتطور القطاع الصحي اتصل نسبة متوسط الأعمار فيها إلى 82 سنة أما كندا فاحتلت المركز الرابع عالميا ولا عجب إذ أن كندا تقدم مستوى معيشي عالا لجميع مواطنها هذا فضلا عن الحرية الفردية ومعدل بطالة منخفض في حين جاءت نيوزيلندا في المركز الثالث عالميا وتبلغ نسبة رضا السكا فيها حوالي 95.42% وتتميز نيوزيلندا بالتعليم العالي الجودة والرعاية الصحية المتطورة واستقرار اقتصادي وأمني وجاءت ألمانيا بالمركز الثاني عالميا وتشتهر باقتصادها المتطور وانخفاض معدلات البطالة فيها هذا فضلا عن تميز قطاعها الصحي المتطور وجودة التعليم وقد وصلت نسبة رضا الألمان إلى 96.25% وتربعت هولندا على الترتيب الأول عالميا إذ يتمتع المواطنون فيها بمجموعة من الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية المتطورة وهي تعد من أفضل الأماكن للحصول على الجنسية فيها أما نسبة رضا السكا فيها فبلغت 97.4% وأنت أخبرنا في التعليقات هل تشعر بالرضا في وطنك أم أنك تحنم بالهجرة إلى دولة أخرى؟ وأخيراً لا تنسوا أن تشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر